استقالة ألن كابرة شيك من منصبها الجديد في نيابة رئاسة المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة وسيتم تعين شخصية سلوفينية جديدة في هذا المنصب وستقترح هذه الشخصية من قبل الحكومة السلوفينية في وقت قريب وأعلن ناطق باسم المفوضية الأوروبية إن عملية التسلم والتسليم بين المفوضين الجدد والقدامة قد تتأخر عن موعدها المقرر في الأول من 22 نوفمبر المقبل باستقالة ألن كابرة شيك سيتمكن الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جون كلود يونكر من وضع التشكيلات النهائية في مفوضيته الجديدة بالتعاون مع رئيس حكومة سلوفينيا ميرو سيرار والبرلمان الأوروبي ومجموعاته البرلمانية الأساسية وبالتعاون أيضا مع المجلس الرئاسي الأوروبي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة